السلام عليكم طلابي العزاء أهلا وسهلا بكم رجعنا وياكم إلى تكملة موضوعنا اللي هو حل المعادلات المثلثية حبايب قلبي وصلنا وياكم بالمثال الأخير هو مثال 17 واخذنا هذا الفكرة مالتا وحلينا عندي سؤال نفس الفكرة مال هذا تقريبا اللي هو باعتباره رح يصبح عندي مثال رقم 18 طبعا هو سؤال 12 هذا من التمارين صباح 92 هذا شوف نفس الفكرة مال هذا السؤال تقريبا هم عندي هنا 2 ساين تربيع X وهنا عندي همين 2 ساين تربيع X وهنا طبعا X على 2 هنا لا عندي X فهذا تقريبا نفس الفكرة لتربط لك الفكرة حتى إن شاء الله صار عندك سلسلة واضحة فهنا طلاب نفس الحالة بهذا القانون طبعا بالمحاضرة القادمة هذا القانون مالتا 1 ناقص كوساين X على 2 إذا عندك هنا نص رح يصير X إذا عندك يعني 1 ضربها في 2 رح يصير 2 X فبالتالي نزل هنا 2 في شنو عندك؟ عندك 1 ناقص كوساين هنا عندك X ضربها في 2 رح يصير 2 X على إيش قد؟ على 2 واضح؟ هنا يساوي يساوي طبعا هنا شنو عندك؟ عندك هذا كوساين 2 X رح نيجي نوزعه لأنه هنا عندي شنو عندي قوس رح نوزعه على الأول ورح نوزعه على الثاني فاش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي كوساين كوساين 2 X طبعا هنا رح ينضرب ينضرب بيما في 4 ساين 2 X ناقص هميا كذلك كوساين 2 X في واحد كوساين كوساين 2 X واضح؟ خلينا نكتب لك هنا ناقص كوساين 2 X ثاني بس أدى أسعار هنا مشكلة دقيقة نمسحها شوي كوساين 2 X واضح؟ كوساين لأنه هنا شنو عندك كوساين 2 X ضربتها بالأربعة ساين 2 X هاي كوساين 2 X مضروب بالأربعة ساين 2 X وكوساين 2 X في واحد كوساين 2 X فهنا طلاب ش رح نسوي؟ رح نسوي تحويل طبعا قبل لا تحول اختصر هاي الثنيا ويا هاي الثنيا شو بقالك؟ بقالك واحد ناقص كوساين 2 X واضح؟ هنا ش رح نسوي طلاب؟ رح نجي نحول هاي كلها تحولها هذا تحولها وهذا تحولها الهاي الجهة فهذا ما تحوله شي صير يصير موجب شوف إشارة سالب رح يصير موجب كوساين 2 X هنا طلاب هذا شنو يقبل اشارة موجبه منه تحوله شي صير يصير سالب واضح؟ رح يصير سالب طبعا الى اربعة تتقدم اربعة اقدمها رح يصير اربعة كوساين 2 X مضروب بمن ساين 2 X واضح؟ هنا ش يساوي طبعا اكيد يساوي لصفر لان هنا شنو المعادلة صفرناها اختصرت 2 و 2 نزل لك هذا واحد ناقص كوساين 2 X فهاي هنا طلاب كوساين 2 X إشارتها سالب من حولناه صارت موجب هذا كله إشارتها موجبه منه يتحول شي صير سالب بالأربعة تتقدم على كوساين والساين فوي ساوي شنو يساوي صفر هنا طلاب رح يصير عند اختصار هذا الحد يروح ويا منوي هذا الحد لان متشابهين وشارات مختلفة صفر فش بقالك بقالك واحد ناقص هنا طلاب رح اسحب هاية مو أربعة اقدر اسحب منها عامل مشترك اثنيا فراح يصير اثنيا افتح قوس يبقى لك اثنيا كوساين 2 X مضروب بالساين 2 X شي ساوي يساوي صفر كوساين ويا كوساين راح بقالك واحد وراها انزل ناقص هاي الأربعة اقدر اسحب منها عامل مشترك اثنيا فش قدي يبقى لي يبقى لثنيا كوساين 2 X ساين 2 X ويا يساوي صفر انا ليس سويت هيج حتى هذا رجع علمه للقانونة اللي هو بالعكسي ضعف الزاوية ضعف الزاوية يعني مثلا ساين 2 X راح يصير ساين 2 X كوساين X أو كوساين X ساين X واضح الفكرة فهنا طلاب راح رجع بالعكس فنزل هذا واحد ناقص اثنيا فهذا قانون العكسي اللي هو شنو طلاب ساين ساين 4 X ساين 4 X شو ساوي يساوي صفر هذا المقدار طلاب هذا هذا كله شا اقدر اعوض المكانه اقدر اعوض المكانه ساين 4 X اقدر اعوض المكانه شنو ساين 4 X ليش لان هسا ذاتري تفتحها هايش تتقسم شوف الثنيا هاي ثابتة بالقانون هاي الاربع اكس تتقسم يصير على كوساين 2 X ب2 X واضح الفكرة طلاب فهنا شنو عندك راح يصير سوي تحويل حتى نحل هاي المعادلة هذا راح نحوله فراح يصير عندك باعتبار منه تحوله يصير موجب راح يصير اثنيا ساين 4 X شي ساوي يساوي واحد باعتبار الواحد باقم مكانه هذا باقم مكانه والكوساين سالي باثنيا ساين 4 X حولتها صارت موجب فهنا عليش قد تقسم على اثنيا هنا قسم على اثنيا اذا شراح يصير عندي ساين 4 X طبعا هاي اثنيا وهي اثنيا يروح شو بقى لك بقى لك نص زين هسا طلاب نكمل نكمل هذا النص اقدر اعوض مكانه ساين 30 ليش لان ساين 30 شوف طلاب ساين 30 درجة اقدر اعوض مكانه يعني هو ساين 30 شقد يطيني يطيني نص فالنص نقدر نعوض مكانه شقد نقدر نعوض مكانه ساين 30 طبعا هاي صير عندي ساين 4 X يساوي ساين 30 درجة زين هذا اشارته شنو اشارته موجب فالساين موجب بالربع الاول والربع الثاني تكتب لهنا الاول اذا بالربع الاول راح تقل لهنا 4 X تاخذ ال X اللي هي هنا طبعا 4 X ويساوي اللي هي هنا الزاوية 30 قسم على 4 اذا X يساوي 30 على 4 طبعا هاي ما تتقسم هنا الحل ما لاتهينتهي واضح اذا الربع الثاني الربع الثاني ايش راح يصير عندك راح يصير 4 X يساوي 180 ناقص ثيتا اللي هي 30 فهنا طلاب 4 X يساوي 180 ناقص 30 150 درجة اقسم على 4 قسم على 4 اذا X يساوي 150 على 4 هميا هنا شبهها ما تتقسم واضح الحل ما لاته هنا ينتهي واضح بايبي اذا ايش راح يكون هنا مجموعة الحل مجموعة الحل هي 30 على 4 واضح واضح هذا بالنسبة للحل مالته فصخت لكم تفسيخ يعني هميا تقدر تعيد الفيديو اكثر من مرة حتى تفهم التفاصيل مالته هذا بالنسبة مثال رقم 92 هذا المثال والسؤال سؤال 11 صفحة 92 انا مرقم حسب السلسلة مالتي مثال 19 بالبداية طلاب هذا الكوساين ينزل هنا كوساين X ينزل يساوي الجذر اثنيا همين هنا راح ننزله فهنا طلاب تنتبه على شغلة شوف هذا الساين ساين تربيع X نقدر احنا مو عندنا قاعدة الذهبية لولا طبعا هسا راح تقول الساد انه اقدر اقول مال نصف الزاوية بس هنا راح يصير عندك مثال هنا X بعدين يصير 2 X وهنا الزاوية عندك X ما راح يصير متشابهة زيان نفتح بياق ونحنا مو اخذين قاعدة الذهبية اللي هي cos sin تربيع زائد cos تربيع شي يساوي لي يساوي لي 1 باعتبار هذا يتحول sin تربيع X يساوي 1 ناقص cos تربيع X يعني اقدر اشيل هذا كله اللي هو sin تربيع X اقدر اعوض مكانة 1 ناقص cos تربيع X فهنا نقدر نعوض هاي طبعا جذر اثنين تنزل وهذا اقدر اعوض مكانة 1 ناقص شنو cos تربيع X لي اش طلاب سويت حتى نوحد يعني مثلا عندك sin يساوي sin cos تان يساوي تان فهنا طلاب اتخلص من sin فهس طلاب شن نوزع هاي الجذر رح يصير عندك cos الجذر وزع هنا رح يصير جذر اثني cos تربيع شنو تربيع X واضح الفكرة هس نصفر المعادلة مالتنا هذا النقل اللي جاي وهذا النقل اللي جاي واضح هذا من التنقلة طبعا ابو التربيع دائما يصير بالبداية رح يصير عندك جذر اثني هذا من النقل يصير موجب هذا موجب جذر زائد شنو زائد cos x وهذا همين النقلة رح يصير ناقص جذر اثنيا شي ساوي يساوي صفر واضح الفكرة فهذا من نقلة رح يصير موجب هذا موجب وهذا همين النقل رح يصير سالب طبعا هو شارت موجب من نقص يصير سالب وهذا باقم مكان اللي هو شارت شنو شارت موجب فهذا طلاب بي من نحل ها تجربة ما اخذين هواية اسئلة على التجربة رح نحل هذا تجربة لان هنا شنو عندك ثلاث حدود فنقدر هنا نقل جذر اثنيا cos x وهنا رح نقل cos x واضح ليش لان هنا جذر اثنيا وهذا معامل واحد تمام طبعا موجب بالموجب هنا رح يكون موجب موجب بالسالب رح يكون هنا سالب اما هذا عندك هنا طلاب جذر اثنيا اقدر اقل واحد بجذر اثنيا ليش هسان اقل لك ليش رح تضرب القريب في القريب رح يطلع هنا عندك سالب 1 cos x البعيد وي البعيد طبعا هنا موجب وهنا سالب رح هنا موجب هنا الافو اعتقد الاشارة لازم نبدل ها ايه لازم الاشارة تتبدل فهس هنا موجب بالموجب رح يكون موجب موجب بالسالب رح يكون سالب جذر اثنيا فيه جذر اثنيا رح يكون اثنيا cos x فرح يطلع الناتج بالسالب cos x لان هنا نطرح وناخذ اشارة الاكبر فهنا بهاي الحالة شو سوي تحط ده نتبدله هذا سوي سالب وهذا سوي موجب واضح وبالتالي هنا صارت عدة تجربة شبه صحيحة ومضبوطة 100% حس رح تقل له اكيد رح تقل له جذر اثنيا اما جذر اثنيا cos x ناقص واحد شو يساوي صفر هذا الواحد نحوله فراح يصير عندك جذر اثنيا cos x شو يساوي يساوي موجب يساوي موجب واحد اقسم على اش قد اقسم على جذر اثنيا اقسم هذا على جذر اثنيا وهذا المقدار على جذر اثنيا وبالتالي هذا يروح هنا رح يصير cos x يساوي واحد على جذر اثنيا واضح التجربة ان شاء الله واضح طلاب واضح اللي هو جذر اثنيا cos x وهنا cos x اما جذر اثنيا اقدر اقل واحد في جذر اثنيا هم ينطين جذر اثنيا تضرب القريب في القريب والبعيد والبعيد حتى يطلع عندك الحد الوسط بعدين تيجي تقل اما هذا يساوي صفر الواحد حول يصير موجب مكانه cos 45 cos 45 طين واحد على جذر اثنيا بالتالي هنا راح يصير عندك cos x يساوي cos 45 ليش لاني cos 45 يطين واحد على جذر اثنيا واضح فهنا طلاب هذا شنو الاشارة مالته موجبة فهي هنا الاشارة موجبة بيا ربع يا ربع الكوس موجب الربع الاول والرابع فراح تاخذ هنا الاول الاول راح تقول x يساوي يساوي لنفسها اللي هي 45 درجة تبقى نفسها او اذا الربع الرابع x يساوي الربع الرابع 360 ناقص تيتا اللي هي 45 طبعا هنا راح تطلع 315 ويساوي 315 درجة واضح 315 درجة زين هسا احنا بعدنا وين باما نجي الاو نجي المن الاو هسا اما اما اخذنا هذا القوس ساوينا للصفر حولنا الواحد فبعدين نجينا نقسمنا على جذر اثنيا راح صور كوساين اكس ساوي واحد على جذر اثنيا واشتغل نكمل نجي لهذا اللي هو شنو عندك كوساين اكس زائد جذر اثنيا كوساين كوساين اكس زائد جذر اثنيا شي ساوي يساوي صفر حول هذا راح يصير عندك كوساين اكس يساوي سالب جذر اثنيا طبعا هنا شنو راح يهمل لي يهمل طلاب نكتب هنا يهمل لانه الكوساين محصورة كوساين اكس راح تكون اقل وساوي هنا واحد وهنا عندك سالب واحد فهذا شنو طلاب اقل لانه الكوساين يكون اكبر من سالب واحد واقل من واحد واضح الفكرة فهنا عنده شنو السالب اثنيا اقل سالب جذر اثنيا شبيه اقل من سالب واحد واضح الفكرة طلاب اذا هنا شبيه راح نهمل هذا اذا راح يكون مجموعة الحل مال تي اس يساوي مجموعة الحل اللي هي خمسة واربعين درجة وثلاثمية وخمسة عشر درجة واضح هذا بالنسبة الحل هذا السؤال تم كملنا حل هذا السؤال راح اجي اخذ لك سؤال عشرين طبعا مثال عشرين باعتبار راح يصير عدي مثال مثال عشرين طبعا هذا موجود عدي سؤال 13 سؤال 13 صفحة 92 هذا السؤال كوساين طبعا هنا عندك تكعيب X يساوي ساين يساوي ساين تكعيب X هذا السؤال فهنا طلاب حل هذه المعادلة شوف هنا طبعا من درجة المعادلة من درجة ثالثة لن درجة الأس شنو عندي هنا تكعيب فهنا راح نقسم على كوساين تكعيب كوساين تكعيب راح نقسم على كوساين شنو تكعيب قسم الطرف وين فهنا ش راح يصير هنا نقل تقسيم كوساين تكعيب X فهذا راح يصير كله هنا كوساين تكعيب X أقسم على كوساين تكعيب X يساوي ساين تكعيب X على كوساين تكعيب X زيب هذا كله ايش قد يطيني؟ يطيني واحد ويساوي لأن كوساين على كوساين واحد زيب الساين على كوساين من هو التان فهنا تنزل التان التان والدرجة تنزل ما لها علاقة حتى شنو يرجع لأصلا لأنه التان تكعيب X يساوي لشنو الساين تكعيب X على كوساين تكعيب X هنا نقدر طلاب ش تقل له بالجذر التكعيبي أحد قل له بيمن؟ بالجذر التكعيبي للطرفين نقل له بالجذر التكعيبي ألم؟ للطرفين شوف هذا طلاب هسا لا تأخذ للجذر التكعيبي ويساوي هم نفس الحال هنا الجذر التكعيبي الملتان تكعيب X لأنه هذا الجذر التكعيبي مالتا واحد ويساوي هذا التكعيبي يروح ويبقى لك تان X شو تساوي لي؟ يساوي لي تان X فهذا هنا تقل له تان X يساوي لي واحد تان X شو تساوي لي؟ يساوي لي واحد حتى نساوي تان للتان فنقدر الواحد نعوضه مكانة تان 45 تان 45 ينطيني واحد شوف طلاب تان خمسة واربعين ينطيني واحد فالواحد نقدر نعوضه مكانه شنو تان 45 فهنا رح يصير عندك تان X يساوي تان 45 درجة لأن الواحد نقدر نعوضه مكانه شنو تان 45 درجة هسا طلاب هنا نتخلص من هذا المسحة بعد ما نحتاجه هسا طلاب هنا شنو عندك؟ هذا إشارته موجب هذا إشارته موجب فالتان موجب بيا ربع يا ربع الربع الأول والربع الثالث إذا بالربع الأول رح شو تقل له الأول مباشرة X يساوي نفس الثيتا اللي هي منطيك هنا 45 درجة إذا الربع الثالث إذا الربع الثالث X يساوي 180 زائد واضح؟ إذا بالربع الثالث شو تقل له 180 زائد ثيتا الثيتا هي 45 تكتب له هنا 45 درجة إذن X يساوي 180 أشقد راح يطلع بله الناتج 225 هنا راح يطلع عنده 225 درجة إذن مجموعة الحل S يساوي 45 درجة و 225 واضح حبايبي؟ هذا بالنسبة الحل هذا السؤال راح أخذ لك السؤال الأخير بهذا المحاضرة محاضرة هذا اليوم حتى إن شاء الله تكون المحاضرة جاهزة وكاملة حبايبي مثل ما دا نتعبوا إياكم دا تشوفون الجهد دا تشوفون المعلومات كمية المعلومات أتمنى أنه تدعمونا بالمحاضرات أتمنى تشاركون دائما وتنصحون طلاب بالشرح مالتنا دا تشوفون دا نتعب ونقدم نقدم لكم أكثر ما عدنا من الشروحات إن شاء الله ما نقصروا إياكم واتوا بدوركم طلاب هم شاركوا هاي المحاضرات حتى الكل استفاد من عدها هسا عدنا طلاب إن شاء الله سؤال أخير بمحاضرة هذا اليوم إن شاء الله حتى نقفل هاي المحاضرة طلاب العزاء عدنا المثال الأخير طبعا هذا المثال بالسلسلة مالتي اللي هو 21 وموجود عدكم سؤال 14 صفحة 92 حل المعادلة اللي هي ساين اكس زائد كوساين اكس يسا و 1 خد نتناقش بهذا السؤال طلاب طبعا هسا هاي هنا المعادلة شكم بها حد 1 2 3 3 حدود زيان زيان 3 حدود تشوفها 3 حدود تقول راح أحلها تجربة تجربة مثل حال لازم تكون عندك التجربة لازم تكون عندك من الدرجة الثانية والدرجة الأولى والخالي من المتغيرات لأن شون عندك مثلا اي اكس تاربيع زائد بي اكس زائد 1 العفو زائد سي هاي الصيغة مالتها اي اكس تاربيع زائد بي اكس زائد سي يسا و صفر لازم هاي تكون من هاي الصيغة من هاي الصيغة مالتها حتى تحلها تجربة فانت هسا هاي ما تقدر تحلها تجربة زيان زيان اكو قوانين ثانية نقدر نفتحها ونحول هذا ها ماكو لا ضعف لا نصوف كل شما مطيني زيان فراح نلقى شغلة كلش يعني بحيث ما تحس بيها حانقالنا فالطريق او تكنيك نحل به هذا السؤال لان ماكو غير هذا هذا الشي يعني اذا ما سوا هذا الشي ما رح تقدر تعالوا اياي شوف قلبي اسألك سؤال معامل معامل الساينش قد واحد صح لو مصح شوفوا من الواحد رح نحصل اشياء كلش مهمة من هذا الواحد رح نحصل المفتاح مفتاحنا بالواحد مفتاح الحلمالتها هذا السؤال هو بالواحد شوف هذا الواحد هواي ما عاجب ناس هواي ما عاجب ناس فهذا الواحد رح يحلك هذا السؤال فالواحد طلاب نقدر نكتبه مكانة 25 درجة طان 45 درجة اش قدван 45 واحد هذا الواحد نستطيع نكتبه من مكانة 45 درجة احنا هذا الواحد رح نكتبه مكانة شنو تان خمسة واربعين درجة طبعا هو كل حد يعني بدون معامل فانه المعامل ما التواحد والواحد اقدر اكتب مكانه تان خمسة واربعين مضروب بيمن مضروب بالساين اكس زاد شنو كوساين اكس شي ساوي لي يساوي لي واحد زيان التان شنو قانون التان ساين على كوساين اقدر اكتب له وما اقدر اي اقدر شو راح اكتب هنا طلاب راح اكتب التان ساين خمسة واربعين على كوساين خمسة واربعين مضروب بيمن مضروب بالساين اكس زاد كوساين اكس يساوي واحد باوع باوع الواحد اللي ما عاجبه هو اي ناس سوالك بهذا السؤال شوف الصار صار ساين خمسة واربعين على كوساين خمسة واربعين مين جبتها جبتها من تان خمسة واربعين زيان تان خمسة واربعين مين جبتها عوضتها مكان الواحد الواحد هو معامل الساين الساين واحد ساين الواحد اكتبه مكان الساين تان خمسة واربعين 2.45 ينطين إشقد واحد وبالتالي أقدر أعوض مكان 2.45 سين على كوسين مضروب بالسين أكس زاد كوسين أكس يساوي واحد فهذا طلاب لازم نتخلص 100 من الكسر شون نتخلص من الكسر طبعا نضرب هاي المعادلة كلها نضربها في كوسين 45 طبعا حتى نتخلص من هذا لازم نضرب المعادلة في كوسين 45 إذن هاي المعادلة كلها راح نضربها بمن في كوسين كوسين 45 درجة يالله ويعينتبه هذا هنا شوف طلاب راح أجي أضربها إليك باوع راح تصير عندك شنو كوسين كوسين 45 في مضروب هنا في تنزل هنا ساين خمسة وأربعين على كوسين خمسة وأربعين أكيد هنا عندي مضروب هذا ينزل ساين أكس ينزل زائد هذا همين طلاب نضربه بمن؟ نضربه بكوسين همين راح نقل لك كوسين خمسة وأربعين مضروب بالكوسين أكس كوسين أكس ويساوي طبعا هنا الكوسين خمسة وأربعين في واحد راح يطيك هنا كوسين خلنا هنا سوي يساوي يساوي أو هنا تريد عادي كوسين يساوي الكوسين خمسة وأربعين درجة واضح؟ فهذا طلاب هايا يروح ويا من؟ ويا هذا تهنا من عنده فاش راح يصير عندك؟ العفو راح يصير عندك ساين خمسة واربعين مضروب بيمن بساين أكس زائد هنا عندك همين كوسين خمسة واربعين مضروب بكوسين أكس ماذا يساوي؟ يساوي لي كوسين خمسة وأربعين درجة هنا طلاب راح الرجعك وين؟ الرجعك إلى شنو؟ حاصل جمع أو فرق بين زاويتين اللي هو قوانين المجموع أو فرق بين شنو زاويتين اللي هو هذا كوسين اكس وان ناقص شنو؟ اكس تو كوسين الزاوية الأولى في كوسين الزاوية الثانية الزايد طبعا هذا يتحول إلى شنو؟ الناقص يتحول إلى زايد ساين الزاوية الأولى في ساين الزاوية الثانية فهذا أقدر إذا عدي هذا المقدار أقدر أرجع لهذا يعني اقدر اشيل هذا كل المقدار اقدر اكتب مكانه كوسائن الزاوية الأولى ناقص كوسائن الزاوية الثانية او كوسائن الزاوية الاولى ناقص الزاوية الثانية فهس اهنها طلابش راح اكتب هاي الكاليشة كلها اقدر اكتب مكانها شنو اقدر اكتب مكانها كوسائن واقدر احناش اقل لي에요 45 او 3d x اكس عاد ماهي خلي X راح تقل له X ناقص 45 درجة قدمته أخرت عاد يعني يصير مثلا أقل له Sine X Cosine X Cosine X Cosine 45 فحتى تصير الزاوية عندك مضبوطة نفس الترتيب فهذا من ترجعها شوف طلاب شو بار Cosine الزاوية الأولى هاي باعتبار Cosine موجود Cosine الزاوية الثانية هاي 45 هذا يتحول المن إلى جمع وراح يصير Sine الزاوية الأولى اللي هي Sine X وسine الزاوية الثانية اللي هي 45 بس هنا تقديم والتأخير عادي ترى لأن هنا شنو عندي عملية الضرب إذن راح يصير Cosine X ناقص 45 شي ساوي لا تنسى هذا هذا ما لعلاقة رجال ينزل Cosine 45 شبيه ينزل ما لعلاقة فهذا طلاب هذا شنو إشارته إشارته موجب موجب بيا ربع يا ربع الربع الأول الربع الأول والرابع راح يكون بالربع الأول والرابع زي هسه طلاب نكمل إذا بالربع الأول X ناقص 45 يساوي 45 نفسها اللي هي X عندي شنو هنا طلاب X ناقص 45 يساوي الثيتا الثيتا هنا جد عندي 45 فهاي الثمسة واربعين حولها فاش راح يصير عندي X يساوي 45 زائد 45 شي يساوي لي يساوي لي 90 درجة تانا من عدها زين إذا بالربع الرابع X يساوي 360 ناقص ثيتا الـ X عندي X ناقص 45 طبعا هذا الأول بالربع الثاني الرابع العفو X ناقص 45 لأنه X أنا بالقانون عندي X يساوي 360 ناقص ثيتا الـ X هنا باعتبار عندي X ناقص 45 يساوي زين 360 ينزل بالقانون ناقص الثيتا اللي هي جد عندك طلاب الثيتا 45 واضح؟ طبعا هنا اش راح يصير عندك الـ 45 ويه الـ 45 ليش؟ لأن من تحولها يصير موجب فهناك سالب راح يطيني شنو صفر راح تطلع الـ X يساوي 360 درجة لأن هنا راح تطلع عنده شنو 360 درجة إذن مجموعة الحل راح يكون طلاب الأولى 90 درجة وهنا 360 درجة واضح؟ هبايبي؟ هذا بالنسبة طلاب أكيد الحل هذا السؤال طبعا هواي طلاب أكيد إذا مثلا هسا هو الحل يعني مضبوط مضبوط ثانية اللي هو عندنا سؤال عليها إن شاء الله نختم هذا الموضوع ونكون نضبطنا لكم المعادلات المثلثية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة